سيشهد لبنان ظاهرة غريبة جداً وذلك من خلال تنكر بعض الرجال بلباس النساء بهدف القيام بعمليات الصرقة والتخريب وفي أكثر من منطقة لبنانية وسوف تتحرك قوات الأمن والجيش لملاحقة هؤلاء الأشخاص وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة والمفاجأة أن أكثر هؤلاء الأشخاص هم منه الهاربين من العدالة وبواسطة لباس نساء رح يستعينوا بلباس رح يتلتموا يعنيه بهدف السرحة أرى أن موسم الشتاء القادم سيكون هو الأخطر على العالم وعلى البشرية وسوف يترافق مع موجات برد كارثة وغير مسبوقة بالإضافة إلى هطول السلوج بشكل كبير وخطير على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالة كبيرة من الوفيات وفي عدة دول هلأ بقولولك أكيد الشتاء في تلج وشتاء وكذا أنا عارفة بس هالشتاء هذا الشتاء حيكون غير كل الشتويات اللي مرأوا ما مرأ من عدة سنين مثلاً هاي الصيفية بيقولوا من 11 سنين ما أجل أقول الشتوية نفس الشي نعم مفاجأة مؤسفة واستقالة لعدد من الشخصيات وصدمة في الشارع اللبناني شاهد أخطر توقعات ليلى عبداللطيف أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبداللطيف ليلى عبداللطيف بتتوقع أن اسم المملكة العربية السعودية سوف يكتسح المجال العالمي في مشاريع البناء والعمران والسياحة وابتداء من مدينة ديلاين وصولاً إلى إنجاز مشاريع خيالية ومذهلة والتي سترى النور برعاية إشراف وليل عهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان الذي سيحقق المعجزات على أرض الخيرات وأرى أن عجائب الدنيا السبع لن تبقى كما هي والسعودية سوف تتخطى الزمان والحدث وتتربع على إحدى هذه العجائب خلال الأسنوات القادمة أرى الموقف السعودي القادم باتجاه روسيا سيكون السبب المباشر والقوي في انتصار الحلف العربي الروسي أمام كل التغييرات والأحداث القادمة وسنسمع عن اجتماع طارق بقيادة وليل عهد الأمير محمد بن سلمان بيدعو إليه جميع القادة من أجل اتخاذ قرار حاسم وحازم ببدء شن حملة واسعة على مراكز وأماكن الفساد وتنفيذ القوانين بحق كل الأشخاص المتورطين في كافة القضايا وأعمال الرشوة والفساد ومهما على شأنهم أو مكانتهم على أرض المملكة كمان سنسمع من شركات وهمية تعمل خارج الأراضي السعودية تقوم بعمليات نصب واحتيال على بعض الأفراد والشركات في السعودية وأيضاً غير السعودية وذلك بواسط العملات الرقمية المزورة وأرى تدخل حاسم وفاعل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحويل هذه القضايا إلى أجهزة الانتر بول الدولية لكي تتخذ كل الإجراءات والملاحقات القانونية اللازمة للكشف عن هذه الشركات الوهمية وفتح أصحابها وتقدمهم للمحاكمة قبل أن يتمكنوا من النجاح بأي عملية احتيال بالمستقبل هذه القضايا تتوسع وسنسمع الشكوى والصرخة من عدة دول ومن عدة أفراد كانوا ضحايا لهذه الشركات الوهمية التي سرقت أموالهم عن طريق العملات الرقمية المزورة وفي النهاية أرى أنه سيتم القبض على المتعورتين والمشاركين في عملية البيع والنصب والاحتيال وأرى الكثيرين من رجال الأعمال والمال والأثرياء حول العالم بيختاروا للإقامة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم من أجل الأعمال والاستثمار داخل المملكة وذلك بسبب الوضع الاقتصادي المنتعش سنرى أيضاً عديد من الصناعات مكتوب تحتها عنوان صنع بالسعودية تغزو دول العالم خلال المرحلة القادمة كما نشايف استثمارات غير مسبوقة وكما ترى ليلة عبداللطيفة عودة كثيفة للمهاجرين إلى لبنان وبناء شبكة استثمارات قوية كما سنشهد انقطع شبكة الاتصالات في لبنان ولفترة زمنية قصيرة مما يؤدي إلى حالة من الغضب تنتقل إلى الشارع والقوى الأمنية وتواجه صعوبات في الاتصال أو تواصل مع القيادات ومع الناس بسبب قطع الاتصالات عن الشبكة لفترة رئيس جمهورية لبنان السابق أرى يغيب عن الساحة اللبنانية بسبب حادث مؤسف الأمير محمد بن سلمان سيكون حاضرا ليضع الأياد الدبلوماسية البيضاء لمساعدة الدول العربية المنكوبة من خلال الدول العربية المنكوبة من خلال مبادرة فيها الدبلوماسية السعودية تقوم بتهدئة الأوضاع ووقف النزيف الحاصل على أراضي هذه الدول خلال المرحلة القادمة وعلى الصعيد الدولي ليلة عبداللطيف بتتوقع انتشار وباء قاتل وخطير قد يؤدي إلى تدعيات مثل فيروس كورونا ولدراسة وللعمل عن بعض كما سنرى حدوث ذحمة سير خانقة على طريق حريصة وأنظر الناس للسماء والهواتف الخليوية تصور المشهد وتتنقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرى لبنان بعد كل هذه المعاناة التي يعيشها اليوم سيكون بانتظاره مواسم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني وسيشهد مواسم عمل وازدهار تذكرنا بلبنان في زمن الأمن والأمان ولبنان قادم على ثورة اقتصادية وعمرانية من بيروت إلى الجنوب ومن الجبل إلى الشمال ومن البقاع إلى النقورة أيضا العالم حيكون أمام مشاهد وأخبار حرب إلكترونية حتهز المؤسسات والشركات وبعض المراكز الحكومية في بعض دول العالم مع هجمات إلكترونية خطيرة كما سنرى مشاهد زحمة خانقة على المصارف في دول أوروبا مع تسجيل حالات كبيرة من الفوضى العارمة على هذه البنوك وده حيكون بسبب بعض التطورات والأحداث القادمة على بعض دول أوروبا خلال المراحل القادمة سيف الإسلام القزافي سيظهر في الصورة وحيشكل القوى القهرة خلال المرحلة القادمة وعلى الوجهة الليبية وحيكون هو حديث الإعلام في الكام شهر الجيد والحدث طبعا إن شاء الله حيكون إيجابي بالنسبة لليبيا حرب مقبلة واسعة وأطرفها من الكبار فيها تركيا وسوريا والعراق وإسرائيل وإيران والسودان وأفغانستان والصومال والهند تشهد إحدى المناطق اللبنانية ظهور شخصية قيادية جديدة ومفاجأة تشبه إلى حد كبير سيناريو ظهور الشيخ أحمد الأسير هتشهد الكهرباء في لبنان انفراق كبير والنور سيعوم معظم المناطق اللبنانية وتزداد ساعات التغذية بشكل ملحوظ وعلى عادة مراحل وأرى فرنسا ستكون حاضرة بقوة في إنجاز ملف الكهرباء وبجهود كبيرة من دولة الرئيس نجيب الميقاطي ولن يضيق لبنان إلا بفرنسا والرئيس ميقاطي وفرنسا في قلب هذا النور تتوقع كمان ليلة عبداللطيف أننا حنشوف مشاهد مأساوية بسبب فصل الشتاء القادم وإن شاء الله ربنا يستر ويعديه على خير هيشهد الوسط السياسي اللبناني استقالة لأحد الشخصيات السياسية وهنا سنرى المفاجأة المؤسفة وماها استقالة لعدد من الشخصيات قد يصدم الجميع والشارع بكده متابعنا الأعزاء نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا النهاردة شكرا لكم وإلى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم في أمان الله